في الحلقة دي هنتعلم ازاي ان انت تحول التصميم اللي انت عملته على كامفا لفيديو ينفع ان انت تنزل بيه في الاعلانات بكل سهولة وفي وقت قليل جدا ان شاء الله فتابع الفيديو للنهاية هتستفيد جدا 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 ان شاء الله ويا ما تنساش ان انت تعمل لايك وتشترك بالقناة وتفعل الجرد عشان يوصلك كل جديد يلا بنا ده كده التصميم اللي احنا عملناه في كامفا في الحلقة اللي هسبها لكم في الوصف او في علامة الاي فو او في شاشة النهاية ان شاء الله وممكن تلاقيها برضو في التعليقات لو انت بتتبعني من اليوتيوب ده التصميم بتاعنا عشان تقدر انك تحولوا فيديو ممكن تحول صورة متحركة بكل سهولة من خلال ان انت تعمل كنترول ايه هتدخل هنا فوق هتلاقي كلمة اضافة حركة بعدما تختار اضافة حركة تختار الرسم المتحرك اللي انت عايزه زي ما انت عايز فين هتلاقي الرسوم المتحركة للصفحة كلها تقدر تخلي في رسم بسيط زي كده او رسم ناعم او مضحك او اي رسم من الاسلوسومات اللي تعجبك هتلاقيها مناسبة مع التصميم بتاعك تبدأ ان انت تختارها طبعا من حاجات يعني خطيرة جدا ممكن تختار مثلا تصميم لفت للنظر ممكن حاجة دي كده ممكن حاجة دي برضو جميلة جدا فكل حاجة منهم يعني ممكن ايه تنفع في نوعية المنتج نفسه او الخدمة انت بتقدمه هنختار دي مثلا كده خلاص تم عمل التصميم بتاعك وتقدر تخش عند كلمة مشاركة طبعا انت هتلاقي هنا المدة زي ما انت شايف لو حددت الخلفية بتاعت التصميم هيتعامل مع الكل اللي موجود هنا على اساس ان هو التصميم كله يعني هتلاقي هنا مكتوب ان هو المدة الفيديو خمس ثواني مدة الفيديو كام خمس ثواني ممكن تزودها لثلاثين ثانية ممكن تخليها دي ما هي خمس ثواني ممكن تكتب هنا خمسة خمس ثواني تقدر بقى تدخل هنا عند كلمة مشاركة وتسيب الفيديو او تحفظه وتعمله تنزيل لما عتيجي تعمل تنزيل في حاجة مهمين لازم تكون عارفهم الحاجة الاولى هي ان الفيديو بيبقى بتنسيق ده طبعا الافضل لو انت هتعمل اعلان ان لو هتستخدم الفيديو ده في اعلانات ولو حبيت انك تضيف صوت للفيديو برضو ده هيكون حاجة كويس ولكن هنا لو عايز تضيفه بقى على اساس النوة GIF هو صيغة مختلفة من الصيغ للصور المتحركة بخلاف الفيديو برضو بيكون حاجة ايه عالية فلو اخترت الفيديو ممكن تخليه بجودة HD ولو انت كان ببرو ممكن تخليه بالجودة 4K طبعا حاجة جميلة جدا بتقدر تعمله تنزيل بينزل على صوت طيب بس في حاجة تانية برضو محتاج ان انا اعملها محتاج ان انا احدد الكلمة دي تظهر الاول قبل دي لان انا لما بيجي يشتغل الفيديو زي كده كله بيظهر مع بعض ومش متحكم فيه فعشان تتحكم في كل الليلة دي محتاج انك تخلي التصميم ده عبارة عن فيديو وتبدأ تتعامل معها لأساس النوة فيديو فحتخش هنا عند كلمة تغيير الحجم وتختار فوق كده تكتب فيديو انستجرام او فيديو مربع فيديو مربع تظهر لك هنا فيديو مربع تتكلى وتختار النسف وتغيير الحجم ايه اللي بيحصل هنا؟ بتبدأ زي ما انت شايفت تشوف تحت فيه تايم لاين مختلف شوية عن التايم لاين اللي كان موجود من شوية مع تصميم عادي يعني يعتبر كأنك شغال على برنامج منتاج بس يعني مش مرنامج منتاج جامد يعني عادي حاجة بسيطة كده تمشيلك الدنيا فهتبدأ بقى تعمل شغل مختلف تماما عن الشغل اللي ممكن تعمله على الصورة بس كده وانك تنزل فيديو بحركة واحدة كده هنا بقى تقدر ان انت تخش عند كلمة مثلا خلاط تختلق تأثير ظهور خاص بها هي بس يعني حاجة مختلفة تظهر بيها لو جيت عملت كده بص بتظهر بكلمة مختلفة كله بيظهر بشكل إلا الكلمة دي بتظهر بشكل معين وكمان تقدر انك تتحكم في وقت ظهور الكلمة دي او وقت ظهور العنصر ده يعني انا خليت خلاط الماني تظهر بشكل انبساق اللي هو ده هقدر اخلي بقى كلمة سبعة تلاف وط دي تنور مثلا تعمل الشكل ده اللي هو النيون ده سبعة تلاف وط اللي شفت الإضاءة دي اللي هي زي فلاشر كده خليها تعملها بس عايزة خليها تعمل الشكل ده في وقت محدد فهتتكى عليها يمين وتختار كلمة عرض التوقيت بيظهر تحت العنصر بتاعنا واخد مدة قد ايه من اول فين لحد فين فاحنا بنقلل مدته وبنحدد مكانه كده المين او شمال بحيس ان احنا نبقى عارفين هو ظهر امتى وهينتهي امتى فاحنا لو خلناها كده مثلا عايزينه عايزين برضو كلمة خمس تلاف نفس الكلام هتلاقيها اوتوماتيك ظهرت لك تحت تقلل مدت ظهرها شوية بحيس ان هي تظهر بعد كلمة سبعة تلاف بعد كده كل خلاط بعد كده سبعة تلاف بعدها بشوية يظهر خمسين في المية وعايز بعدها بشوية يظهر كلمة ايه انا عملتها تلقائل عشان اوفر وقت طبعا خدت كلمة فري وقمت اعملها بشكل سريع كده وكده هي خلصت الحاجة اللي انا عايز حاجة كمان انا عايز لما تظهر كلمة خمسين في المية ما تظهرش كده بالمنظر الممل دات انا عايز ان هي لما تظهر تعمل حركة يعني ايه حركة تكون مختلفة شوية فاحخطر على كلمة زهور بطيء بعد كده انزل تحت خالص في اضافة جديدة هم حطنا في كامبة بقالهم مدة كده عاملين الاضافة دي جميلة جدا وهي دي زي ما انت شايف ما تيجي كلمة خمسين بصر بتحرك ازاي اهتزاز سريع حاجة جميلة جدا يعني لو عملتها بالبرمير او بأفتر افكت تبقى بتاخد وقت شوية في انا تقليص العنصر بص برضه تبقى شكلها شيك برضه بتبدل تظهر كده خمسين في الميدي جميلة دي وشيك قوي لو جينا عند كلمة مثلا اطلب الان ممكن كمان نختار العلامة اليد ديت ونقوم وعمل لها برضه ايه ظهور اضافة الاموشن نختاره مثلا الاموشن لو ايه اهتزاز سريع ده وكده ما اختارش اليد وكده اختار الاضاءة المحدودة لانا عايز اليد فممكن اعمل لير كده تاك كنترول بقى اخترت اليد خلاص او تاك كنترول بتجيب اللير اللورة اللي هي بتبقى بترتيب الليرات في التصميم دي انا اشراحطها طبعا في الفيديو اللي فات هتنزل تحت هتلاقي كلمة اهتزاز سريع دي ممكن نختارها لا مش تبقى مناسبة كلمة وميد ممكن تختارها بس تخليها اه سريع شوية بحيث تخلي العين تبقى اتتشد قوي كده بالنسبة للايه لكلمة اطلب الان تخليها يظهر ويكبر كده زي كده دي برضو ايه كويسة بس زي ما انت شايف احنا لما اخترنا تقليص العنصر فقدر سابت معنا كلمة الوميد عشان انت معلم ايدك عليه فانت شيل ايدك خالص كده خلي الماوس بعيد وخلي الفيديو يشتغل من اول خالص بقى نتفرج عليه تقدر بعد كل ده انك تخش عند العناصر هنا وتختار الصوتيات وتختار اي صوت انت عايزه بس اخد بالك ان الاسوات اللي هنا ليحقوق ملكية يعني لو جيت حطيتها على البيس بوك هيطلبك البيس بوك بحقوق ملكية وهيكتم الصوت الا لو انت رابط الاكاونتاد تاعت السوشال ميديا على كنفا ودي طبعا خطوة انا بقى نعرفها في فترة او في حلقة جاية ان شاء الله فانت ممكن تضيف اي صوت براحتك يكون برو او مش برو مش مشكلة بعد ما تضيفه هيظهر لك تحت هنا المدة اللي الصوت هيشتغل كه فانت تقوم واخد الصوت حطه من اول الفيديو الى اخر الفيديو فانا ما عرفش انا حطيت اي صوت الصراحة فانا حطيته كده بشكل تلقائي فانا اسمع كده يعني هو مناسب بالصراحة للمشهد فبراحتك عايز تضيف صوت مش عايز تضيف مفيش مشكلة فاضل كده حاجة مهمة جدا وهي مشاركة الفيديو نفس لما تيجي تشاركه او تعمله تنزيل هتشاركه على حاجة من الاتنين اما انه هو فيديو بمبي فور اتش دي يعني يكون فوق الالف او لو ده مربع بتخليه 960 فيه 960 او تخليه بصيغة الGIF وده حيكون هيشتغل بشكل تلقائي تفاهم الفكرة هيشتغل بشكل تلقائي وكأنه صورة وحيكون خفيف مش خفيف قويل انه هو انت لو عايزه بجودة عالية هتخليها على واحد وتمانية هتخلي المقاس كبير عايزه بجودة متوسطة هتخليه قليل فحجمه هيبقى كبير فلو انت تخليه فيديو ده يعني انا شايف انه لو فيديو هيكون افضل بكتير سواء هتنزله بقى story الجايف ما بتنزلش story لكن الفيديو بينزل story بيبقى جميل جدا بتاع الموسيقى ممكن كمان تغير حجم التصميم بالكامل بقى انت لو عايز تغير حجم التصميم ده وتخليه تخش هنا عند كلمة تغيير الحجم وتخليه مثلا فيديو بالطول او فيديو بالعرض زي ما انت عايز بس هو طبعا كل ما كان مربع كل ما كان متوافق اكتر مع اغلب المقاسات او اغلب المواضع اللي بيشتغل فيها اعلانات الفيسبوك بما ان انا متخصص في اعلانات الفيسبوك فبقولك يعني ده الابضل ان يكون مربع لو انت عايز تخلي منه مقاس برضو يكون بالطول بحس ينزل في موضعين مش موضع واحد برضو دي حاجة قويسة يعني هنبقى نشرحوها برضو في مرة في فترة قادمة بس لازم انت كمصمم سوشال ميديا لازم تكون فاهم مقاسات الاعلان والتصميمات بتستخدم فين في مواضع الاعلان على المنصة فدي كنا كانت تركية بسيطة كده عشان تحول التصميم بتاعك لصورة متحركة بكل بساطة يعني اعتقد انا بشرح بطول شيء بالشرح بس هو الشرح يعني العملي ما بياخدش سوين يعني ارجو ان انا كن افدتك ولو استفدت من تعليق ايجابي على الفيديو ده حيفيدني جدا واللايك بيفيدني جدا وشكرا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته